أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى ما يحظى به ملف تعظيم القمع المضافة لما تمتلكه مصر من ثروات معدنية من اهتمام وخلال اجتماع لمتابعة جهود توطين صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه المواصلات أكد مدبولي على أن هذا الاهتمام يأتي تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي بإقامة صناعات تعتمد على هذه الثروات سعيا لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبما يعزز من المنافسة العالمية ونوها رئيس الوزراء إلى ما يتم إعداده من دراسات متكاملة تتضمن تعظيم الاستفادة من مقدرات مصر من خام الرمال البيضاء والسوداء وكذا تعزيز القدرات التصناعية في هذا المجال سعيا لتوطين الصناعات الخاصة بالرقائق الإلكترونية وأشباه المواصلات